مراجعة الأفكار الرئيسية في موضوع الرقابة والتقويب في هذه المحاضرة تحدثنا عن الرقابة فتحدثنا عن عملية الرقابة والتقويب بالشكل العام للتأكد من أن النتائج التي تتحقق أو التي تحققت مطابقة للأهدف التي وضعت كما تحدثنا عن عنصر الرقابة ومفهوم الرقابة وقلنا بأن مفهوم الرقابة قياس النتائج المتحصلة للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تضمنتها الخطة الموضوعة وأشرنا بأن التعرف على هذه الانحرافات من المعايير الموضوع وتصدميم العلاقة المناسب لها ووضعه موضوع على التنفيذ كما تحدثنا عن أنواع الرقابة فأشرنا إلى أربع أنواع من الرقابة الرقابة من حيث الزمن والرقابة من حيث التنظيم والرقابة من حيث المصدر والرقابة من حيث الشمول وأشرنا إلى تصنيف آخر برضو الرقابة الذي يصنف الرقابة إلى رقابة قبلية وموجهة ورقابة بعدية بعد العمل والرقابة الإجمالية على المؤسسة والرقابة على أعضاء التنظيم أو منتسب المنظمة كما تحدثنا عن مجالات الرقابة بالإشارة إلى ثمانية مجالات للرقابة الرقابة على الأهداف، الرقابة على السياسات، الرقابة على الإجراءات، الرقابة على التنظيم الرقابة على المصروفات، الرقابة على الكفاية الإدارية، الرقابة على تهيات أفراد القوى العاملة، الرقابة على الكلفة في العنصر الثاني، عنصر التقويم، تحدثنا عن عملية التقويم وقلنا عملية التقويم لها علاقة بتحديد معدل التطابق والانسجام بين الأهداف التنظيمية وبين الإنجاز وأشرنا إلى أهداف التقويم بأنه مثل الكشف عن نقاط الضعف والقوة والتأكد من سلامة الأساليب والإجراءات وكشف الانحرافة على المستوى الأداء المرعوبة وتحديد المستوى النوعي لمخرجات التعليم كما تحدثنا في المحاضرة عن وسائل التقويم وقلنا وسائل التقويم خمس وسائل ركزنا على الاختبارات والمقابلات وتحليل المحتوى والاستبيانات والملاحظات كما تحدثنا عن مجالات التقويم وأشرنا إلى ستة مجالات ليلة التقويم هي تقويم أهداف التعليم، تقويم المناهج الدراسية، تقويم العمل التدريسي، تقويم مدى تقدم المتعلمين ونموهم تقويم جوانب العملية التعليمية المساندة للأخرى، تقويم مدى تلبيات مخرجات المؤسسات التعليمية لإحتياجات المجتمع شكرا